اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أحيانا هي عصاب حشوية بتأثر على حركة الأمعاء أو على تنظيم دقات القلب فأي اعتلال أو اضطراب بيصيب بنيتها ووظيفة هذه العصاب نحن نسميه بيوعاً اعتلال العصاب أو أحياناً التهابات العصاب شو أسبابه دكتور؟ أحياناً له أسباب عديدة كبيرة كتير أول شيء الأسباب أنه أسباب جهازية والأشياء هي السكر يعني مكون له علاقة بمرض ثاني أثر على بنية الجسم مثل السكر سواء اضطراب عصاب سكري اضطراب الغدة الدرقية ممكن بإضطراب التهاب عصاب الأسباب المناعية مثلاً مثل قيلان بريت صلب الويحي هدول الأمراض أو اعتلال العصاب بعد الكورونا اللي صار هلأ شائع كمان بعد الموجات اللي إجي كتير اسمعنا فلن وجع عصاب برافق؟ طبعاً مو ضروري وجع أحياناً خضر تنميل أحياناً تقل بالحركة عندك الأسباب الميكانيكية مثلاً إصابات الرضية الإنقطاع الندبات اللي بتصير على الأعصاب أحياناً انضغاط العصب الناصف عند ستات البيوت بيساوي لها نحن مسميه اعتلال عصب ناصب بنفاق الرصر يعني الأعراض كتيرة والأسباب كتيرة اللي علاقة بمثال العصاب وتوضعه ووظيفته طيب بكتور بنسمع دائماً أنه الفيتامينات هي من الأنواع المرمي مير للعصاب خلينا ناخد المعلومة الصحيحة شو الفيتامينات اللي فعلاً بتنوصف وهل عملية ترميم الأعصاب هي العلاقة بالوقت ولا بالعلاج ولا بشو بياخد الشخص الحقيقة لك هون في كتير خرافات ومعتقدات كتير من الناس باعتقدوها هي متل ما بسموها حقائق راسخة وهي بالحقيقة ما لأي أساس من الصحة يعني أول شي لنفهم شو يعني الفيتامينات وشو علاقة بالأعصاب لازم أعرف أول شي شو البنية العصب اللي عم نحكي عنه طبعاً برجع بأكد أنا عم نحكي على الأعصاب المحيطية اللي بالإيدين وبالرجلين وبهاي المناطق ما عم نحكي على مثلا العصب البصري أو العصب السمعي هدول لهم تصنيف لحال هاي الأعصاب كلها بتتكون من خلية عصبية موجودة بينه خاع الشوكي وإلى استطالة استطالة يعني بيستطيل منها محور نسميه محور بيمشي على طول العصب ليوصل للنهايات سواء الحسية أو للعضلات الحركية هون لازم نعرف أنه هاي الاستطالات إلى غلاف إلى غلاف يحمي وبيساهم بنقل التنبيه العصبي أو الإشارة الكهربائية اللي بنقل إلى العصب هذا الغمض شوان بيلعب بتركيبه بشكل أساسي الفيتامين اللي نحن عم نحكي عنه B1 B6 B12 واللي هو بشكل أساسي الفيتامين B12 هذا الغمض بيلعب بتركيبه الأساسي هو هذا الفيتامين نحن موضوع نقص الفيتامين B12 بيأدي إلى تدهور بحالة هذا الغمض وممكن يأدي لزهور أعراض هاي الأعراض تتعلق بوظيفة العصب وعادة بتكون معممة يعني مو بس بمكان واحد يعني لأنه هو معمين أصعى عصب واحد عمين أصعى كل الجملة العصبية فبالتالي بيكون في عنا خدر تنميل لأنه الأعصاب الحسية هي الأقل قطرة فهي الأول أكثر تأثرة فبيصير عنا خدر وتنميل بشكل عام بالجسم سواء بتبلش بالأطراف وتنتقل لفل المركز طبعا هلأ نحنا الشيء الأساسي إنه ممكن نقصه بشكل أكبر يؤدي الأعراض أشد بس عادة نحنا بننتبه على موضوع نقص البيت نعش نعراض تانية بيكرافق معه فقر الدم عادة بيكون معه مشاكل هضمية لحتى يكون في نقص بالبيت نعش ما بينقصيك فجأة طبعا هون الموضوع هذا بيكون راجعنا المريض وبلشنا نحنا بيأخذ البيت نعش في حال دكتور كان في نقص مفرط ودخلنا بمرحل الخطورة بنقص فيتامين بيت نعش شو هي العوارض اللي ممكن تظهر على الشخص إنه أول شي ممكن نشوف العوارض فقر الدم اللي موجودة سواء من رابات تسرع بالقلب سواء بالصداع الدوار اثنين موضوع الجملة العصبية المركزية اللي هي ممكن تشوفي فيها الخدر والتنميل أحيانا دان الشهية ثلاثة عندك كمان بيصير عندنا اضطرابات حركية ضعف بالأطراف ضعف بحركة معينة بعدين ممكن تنصار الجملة العصبية المركزية بالحالات النقص الشديدة تلاقي المريض عنده رنح دوار عدم قدرة على التوازن والمشي وبعدها إذا طورت الحالة بشكل أشد ممكن نشوف بلاش يدهور وعي المريض وعادة ما منوصل لهذه المراحل لأنه مو بينكشف المراحل الأولى حقيقة أنا بدي نقرك على نقطة أنه نحنا كتير من الناس وهي هاي الحقائق المغلوطة بيعتبر أنه إذا مثلا وجعه وظهره فهو عنده نقص بـ 12 طبعا ما إلا علاقة عند وجعته رائبته فهو عنده نقص بالـ 12 بيروح بياخد له إبرت نيربيون بدون استشاره تمام بدون أي استشاره أخوه أور جاره مثلا حدا بيجي لعندي والله أنا بعد ما بيشتغل 7-8 ساعات بإيدي فيه شوية توجع بإيدي شو رأيك أخذ شوية إبرت نيربيون بأوي أعصابي أو لاعب عم يلعب بينادي رياضي ليبني عضلاته إنه شو رأيك والله أنا عندي حاسس عصبي ضعيف هو أصده إنه العضلة ما عم بتاخد وزن معه شو رأيك أخذ بي 12 لأوي عضلاتي أو أوي العصب تبعي برجع بقول البي 12 والفيتامينات والمعادن بشكل عام فائدتها بإنه تكون ضمن المستويات الطبيعية الزيانة بتكون مضرة غير فائدة طيب دكتور هون الفيصل خلينا نحكي عن شوية تحاليل ممكن يعملوها الأشخاص لحتى يبين معنى الفرق يعني اليوم أنا ممكن يكون عندي انقراس فقرات ممكن يكون عندي مشكلة بالغضريف كل لياتهم بالعموم وبيعطوا وجع وآلام ممكن الواحد ما يعرف إنه هذا الألم مثل ما أنت قلت هو بسبب الفيتامين ولا بسبب الأعصاب شو التحاليل لازم يعملها الشخص وإمتى لازم يبلش يعني نحنا دائما بنوصل بس نصير كبار بس نبلش ويدوروا على المفاصل وعلى الالتهابات ويعملوا تحاليل قبل بيعتبروا لا ما فينا شي طيب أنا حتى نسق الأفكار لأنه فيه كثير أفكار نذكرت هلأ ومرت فيه هيك مثل تداخل فيها موضوع آلام العمود القطنية أو آلام الظهر أو أي آلام لازم نعرف إنه نقص الفيتامين ما بيعمل آلام بالظهر ما هو العرض الأساسي إلو آلام العرض الأساسي اضطراب بوظيفة العصب اللي مثلا الخدر تنميل اللي هو الأشيع ما هو الألم الألم دليل إنه فيه آلية مرضية مؤزية هلأ قد يكون ببعض المراحل إنه يكون الخدر والتنميل مؤلم فيه حس مزعج فيه ولكن ليس ألم على الحركة بالعمود القطني هذا الألم ممكن إنكون سبب نقص فيتامين تاني هو فيتامين دان لأنه إلو علاقة أكبر بالبنية العظمية وآلام العمود القطني بمعظمة بتكون سببها مشكلة بالبنية العظمية للعمود القطني وليس بالمشكلة بالعصب نفسه وليس مرض العصب نفسه يعني لحتى التقربة نحنا كتير من المرضى اللي بيكون عندهم شلل بسبب الإصابة ما عندهم ألم بمكان الإصابة برغم إنه العصب محروق مثلا أو مقطوع بس ما عندهم ألم بمكان الإصابة وصلت الفكرة نحنا هون لنقول إنه لما بيكون في عنا أعراض آلام أو خدر أو تنميل أفضل الفحص السريري بيضل الطبيب اللي عنده بيفحص المريض ممكن يتوجه وين مصدر الألم وشو سبب الألم وفعلا المريض بأي تصنيف ممكن نحطه هل هو آلام عظمية هل هو آلام بالأربطة والأوتار والعضلات أم هو مشكلة عصبية نحن نبحث وراها إذا في نقص بفيتامينات المغزية للأعصاب دكتور مثل ما تفضلته حكيت أخذ الفيتامينات بشكل عشوائي هو شيء له مدار كتير سلبية مثل نقصة تماما لحد يفكر إنه الزيادة هي ممكن تحمينا إذا بنحكي عن الوقاية كيف نحن بنقدر نحل حالنا كيف أكل قدام ممكن نروح نعمل فحوصات دورية وتحاليف هل الحقيقة لك فحص الفيتامينات بشكل عام هو فحص مكلف حقيقة يعني هو مكلف حتى في الدول المتقدمة ما في عندهم شيء اسمه سكرين أو فحص شامل لأنه نحن نعمس فحص بي 12 ولا فحص دال ولا فحص ماجنيزيوم ولا فحص مشان هم بيجي بلعب دور الأساسي ونحن عم نحكي على أنظمة طبية متطورة بالعالم بيجي المشكلة الأساسية هي الفحص السريري إنه نحن بنعود مع المريض نفهم شو المشكلة وحتى لو ما كان مريض أدي فيه جسمه ينجز مهام أديش فيه عم يقدر ينام فيه ارتباط بالموضوع النفسي تبعه ولا لا فيه مشاكل نفسية ولا لا بتتوافق مع طبيعة حياته يعني أحيانا فيه ناس عندهم مشاكل نفسية ما بتتوافق مع الطبيعة الاجتماعية والبيئية اللي عايش فيها فهون لازم ندور إذا فعلا فيه مشكلة عضوية عم تساوي هاي القصص هون نرجع بقى منفكر في موضوع الفيتامينا تشنج العضلات الشديد الماله مبرر هذا ممكن يدلنا أنه فيه نقص ماجنيزيوم مثلا هون فينا نحنا نعمل حصل الماجنيزيوم مشاكل البيت نعش لما منشوف بعض مشاكل البشرة طبعا فيه كتير ناس حتى عنا بالعيادة ما بنتبهوا أنه أنا ليش عم أنه أنا مثلا ظهري عم يجعني ليش الدكتور عم يرفع عن رجلي يشوف شوفي هون لا أنا هون بدنا نشوف البشرة حتى طريقة الأشعار الموجودة إذا فيه عنده نقص تغذية ونقص بالعصب وفيه نقص بي 12 بتلاقي فيه هاي المنطقة فيها جفاف فيها بتلاقي حتى نمو الأشعار ضعيف الجلد بيكون رئيء هاي نتيجة نقص اغتزاء العصب لأنه العصب لما بينقطع عن منطقة بتنقص ترويت فالموضوع بنرجع للأساس أنه الموضوع مانو عشوائي مابسل ناخد الفيتامينات بشكل عشوائي ولا حتى نعمل لها فحص عشوائي مانو ضروري لما بيكون فيه أسباب معينة وأعراض معينة أو من شك فيه أطباء ممكن يعملوا فحص يواجهونا هل هو ضروري ممكن نعمله لنتطمن أو لا فينا ناخد مثلا جرعات عامة ونحافظ عليها بشكل كامل نعم كمان دكتور خلينا نحكي اليوم بعض الالتهابات مثل ما حضرتك حكيت بالبداية بتكون ناجمة إما لأسباب عضو ممكن أشخاص يكونوا متعرضين لعمل جراحي أو صاير معهم مشاكل أو ندوبات كلمة ترميم العصب دايما بيقولوا فيه شهور هي مانا بشهر أو بيوم بيومين بثلاثة بأسبوع تاخد شهور خلينا نحكي قديش بده العصب لا يترمم وقدي لازم الشخص شو فيه شغلات خلينا نمط الحياة بالعلاج الفيزيائي قدي هدول ممكن يلعبوا دور يساعدوا عملية الترميم طبعا هلأ هون يعني أنت فتحتي قصة كتير عليها شجون مثل ما بيقولوا لحتى أشرح لك شو القصة لأنه كتير الناس ما بتعري فيه مفتكرة أنه العصب هو مثل كبل الكهرباء قطع طب نوصله لأ أنا بدي أرجع على أول شي قلته العصب نفسه العصب اللي مارئ هون هو خليته الأساسية هون فلما عم يتعرض للتخريب هون فاللي عم يتعرض للتخريب وينقطع هو الغمد تبعه الألياف هو بارعا غمد وكل عصب في حواليه غمد وكل مجموعة ألياف عصبية في حواليه هون غمد وكل مجموعة من هدول مجموعة مربوطين بغمض العصب بس كل خلية من هدول الخلايا سواء العصب كان حسي أو حركي عم ينقل الإحساس أو عم يعطي أوامر للحركة مارئ بطريق معين ومارئ من هون واصل لهون لنقط معينة هلأ لحنا لما منقطع هذا الكبل الإنسان لحديت هلأ لحديت هلأ مبدأ الجراحة الترميمية لإله أنه نحنا نوصل الغمد لبعضه وترجع تطع استطالة من هون توصل لهون لمنطقته وتمر بالطريق تبعه مع الزمن وبالجراحة المجهرية أنت أنا لمرحلة أنه نحنا مو نوصل الغمد العام صرنا نحاول نوصل الغمد الألياف بتحت المجهر مشكلتنا أنه هاي المناطق محل ما عم نحط القطب بيصير فيه ندب ندبة مثل أي ندبة جرح تعملي هاي بتمنع الاستطالة أنه تمرق بهاي المكان وأحيانا بالرغم أنه لأ منوصل والأمور بتكون تمام نمو الاستطالة من هون بياخد شهور واحد ميلي كليوم فأنت بدك ليطول سنطين من هون لهم بدك عشر تيام تقريبا طبعا يعني مو بالدقة نفسها بس عم نقرب الأرقام للسهولة اثنين أنه بعد ما يوصل للمنطقة وتكون الطرق معبدة لتمرق الاستطالة بدناها الاستطالة الحسية تمرق مع الحسية والحركية تمرق مع الحركية مو هي تمرق هون وهي تمرق هنيك وهي دسة ما تحكمنا فيها بشكل كامل مشان هيك بيكون نسب نجاح ترميم العصب بالجراحات منخفضة 40-50% 60-70% في أحسن الحالات وبالأعصاب حيدة يعني مثلا عصب حسي فقط أو عصب بمعصم وحسي فهذا بينجح عصب معظم وحركي هذا بينجح هاي الأمور مترافقة مع التغذية مع العلاج فيزيائي لأنه ليش نحن إذا بدنا ننتظر لحتى تمرق الاستطالة العصبية من المركز للمحيط نحن إنك سانطي بالعشر تيام يعني ثلاثة سانطي بالشهر وهكذا فنحن لتوصل لهم ممكن تحتاج خمسة شهر وستة شهر بهاي وإذا وصلت صح وممكن ما وصلت صح نرجع نعيد الأمور نحن إذا من جبسن إيد الإنسان تأسابيع ومنفكة بتلاقيها بلشت تضمر لأنه ما في حركة على العضلة العلاج الفيزيائي بيلعب دوره هون إنه نحن العضلة تضل عم تتحرك عم تتحرك والألياف فيها عم تبنى بالرغم من إنه ما عم تتلقط عصيب من شان لما نتوصل للإشارة الكهربائية ما يتكون العضلة ليفة وضامرة وميتة ما ملعد نستفيد منها همدي أسألك دكتور إنه وقات بتكون الإصابة لطفل فدائما نحن بنسمع إنه الجسم بيرمي من نفسه أكتر لما بتكون الإصابة لطفل أكتر من شخص كبير وقات الطفل بيرفض العلاج الفيزيائي بشكل كامل هون ممكن يرجع يرب نفسه العصب إذا بنا نقول اللي بيخص هذا الطفل أولا طبعا هو السؤال ممكن نجاوب عليه ببساطة طبعا أكيد لأن الطفل عنده الأنسجة لسا عنده بيسموها المواد المؤهبة أو المواد اللي بيفرزها الجسم لتأهب إعادة البناء أو انقسام الخياة بشكل أكبر بكتير من البالغ والمتقدمين بالعمر فبتلاقي عنده البناء والترميم بسرعة أكبر والنتائج بتكون أفضل بكتير بس طبعا حسب الإصابة يعني هو سؤال عام كبير يعني هلأ إصابات عنا مثلا عن أطفال تولد اللي بيسموها أنه الداية شدته من رأب أو طبيب وهو عم يولده شده من إيده تختلف أنواب فتنخلع الضفيرة العبودية وبيكون عنده إصابة دائمة كل عمره وممكن نرممها نحن بشكل طلطيفي بس هذا بالرغم أنه هو ولد وأثناء الولادة وسبب خطأ بالولادة صار فيه أزية بالضفيرة أزية من الجهور إن خلعت الأعصاب هي بدون علاج فيزيائي بتكون نتائج كارثية مع علاج فيزيائي ممكن الإنسان يندمج بحياته ويستعيد 60% لـ 70% من وظائف عمل إيده طيب دكتور بشكل عام اليوم هذا المجال مجال كتير واسع وكل الأشخاص بمراحل معينة بسن معينة ممكن يتعرضوا ليصير معهم مشاكل بالأعصاب إرهاق طبيعة عمل يعني مثلا الناس اللي بتعود كتير دايما بنبهوهم إنه بيصير ممكن يصير معكم بالفقرات شيء خلينا نحكي عن نمط الحياة وقديش نحن بحاجة لحتى يكون نمط حياتنا سليم لنخفف يعني هو يعتبر أيضا من الشغلات اللي بتخفف الإصابة بالتهابات الأعصاب المختلفة هلأ هون نحن عم نحكي عن السترس أو التوتر النفسي هلأ حالياتا توتر النفسي وما يرافقه من زيادة هرمونات معينة بالجسم الأدرينالين والكورتيزون معروف تأثيرهم السلبي جدا على كل الجسم مو بس على الجهاز العصبي المركزي كتير بيجينا إذا نرجع على موضوع الحلقة إنه والله أنا أعصابي تعباني يا دكتور شو رأيك أخذ شوية فيتامين بي 12 وبركي بتشد أعصابي شوي بتسألي والله ما عم نام والله بتلاقي الموضوع هو توتر نفسي وهذا يعني هذا الموضوع خطأ يعني وأحيانا مضر إنه أنا أحيانا توتر نفسي وناخد بي 12 ما ألون علاقة لأنا نعالج مشكلة التوتر النفسي سواء كانت مشكلة اجتماعية مشكلة نفسية بالجسم الإنسان أو الأهم من هيك واللي هي الحقيقة هو طبيعة جسم الإنس طبيعة الإنسان يعني ناس كتير تيجي لعنا أنه والله أنا طيب ما عندي شي يوترني عايش حياة مبسوطة وعايش حياة مرتاحة وما عندي شي ما في سبب وأنا عم مضحك أنا طبعا بتطلع فيه بقول له أحيانا الخوف على اللي أنت فيه بيوترك أكتر من أنه تكون فائده صح أنت ما عندك شي ناقصك بس أنت خايف تفقده أو بدك شي تاني مو هذا اللي أنت بدك يا هي طبيعة نفسية هون فيه التقنيات دي يتعلم الإنسان ليفرغ هاي الطاقة السلبية ويبني نظرة تفاولية مو نظرة تشاؤمية هيك بينخفض مستويات الهرمون بروفع مستوى الدوبامين اللي هو مثل ما بقولوا بقولوا عنه هرمون السعادة والإندروفين الموجود بالدماغ هدول الأمور كلها بتعزز من نشاط الخلايا بشكل عام ومنها الأعصار وبتساعد على أنه يكون جهازنا العصبي بحالة صحية مستقرة نصائح أخيرة دكتور كل من عم بتابعنا اليوم إن كان لحتى يحمي حاله ويحمي صحته ونفسيته اللي هي أساس كل شي مثل ما قال دكتور هلا الحقيقة ليك قبل الإبرة النوربيون أنا فيه شغلات بتتحفز الجسم أفضل من هيك بكتير واحد مثلا يعمل رياضة طب نحن قبل ما نروح نقود مواد كيموية لا خلينا نلتزم بموضوع أنه على ألف أتمد من اتخذ نعمل حركات رياضية خفيفة قبل ما نباشر بحياتنا اليومية نين نظل شوي شوي ملتزمين بحياة صحية العلاقة بالغزاء حسب الإمكانيات لأنه دائما نحن تعلمنا من الأساس عقل السليم بالجسم السليد نعم يعني اليوم نصائح متعددة دكتور نتمنى لكل يكون استفاد منها شكرا لوجودك معنا شكرا كل وسهلا كل الشكر إليك دكتور وأكيد الصحة والسلامة للكل شكرا أما هلأ رح ننتقل لمحافظة السويداء وأقام الجمعية أطفال